موسيقى مرحبا بكم أحباء المشاهدين متابعي البرنامج في كل مكان وأهلا بكم إلى موع جديد من بانورما في حلقة اليوم نتعرف على إبراهيم الروحاني الذي ابتكر لغاردنيات في تطوير عملية البحث في عالم الإنترنت من خلال رسالة ماجيسير في إحدى الجامعات الماليزية ونعرف من خلال فيلم The Theory of Everything قصة حقيقية لأعظم عالم فيزيائي لم تمنعه إعاقته الجسدية من الوصول إلى اكتشاف أسرار الكون وبعدها نذهب في جولة إلى جزر البهامة الشهيرة التي تقع بالقرب من مثلث برامودا ما الذي يميز هذه الدولة؟ وهل فعلا طبيعتها الساحرة؟ وشرطي المرور في جنوب أفريقيا يطفي نوعا من الطرفة على حركة السير لكن كيف كانت ردة فعل الناس من حوله؟ وفي الابتكارات الألمية هل ستقلع السفن عن التدخين؟ لتعمل على وقود لا يقوم بإصدار أدخنة؟ سنرى والجرجير وفوائده سنعرف الكثير عنه في حلقة اليوم وفي آخر هذه الحلقة نشاهد مقاطع الفيديو الطريفة من خلال موقع اليوتيوب لا تذهبوا بعيدا فاصل قصير وبعدها نعود كما تعرفون مشاهدينا فهناك العديد من الدارسين اليمنيين في ماليزيا سواء للبكاليريوس أو الماجسير أو حتى الدكتورة هؤلاء يرفضون اليمن بثروة بشرية متعلمة تساهم في بناء اليمن اليوم سنتحدث عن أحد الشباب صممة لغة رثمية لمحرك البحث لتسهيل عملية البحث وتقديم تفضيلات واختراحات للمستخدم وهي عملية تفيد متصفح النت في عملية البحث عن المعلومة كان هذا مضمون رسالة الماجسير الذي قدمها في جامعة ملكة التقنية في ماليزيا إبراهيم الروحاني أحد الشباب المتميزين في المجال الدراسي في الخارج بعد أن أكمل الماجسير يعمل الآن على تحضير الدكتورة في كشف التسلل والاستجابة في إرسال البيانات الكبيرة عبر الشبكة وبذات الوقت يدرسه ماجسير في إدارة الأعمال وسيستفيد إبراهيم من إدارة الأعمال يعني يحقق طموحه بإدارة شركة للشبكة سنكون في ضيافة إبراهيم الروحاني من خلال هذا التقرير الذي أعده زميل أحمد الخطابي يقضي إبراهيم الروحاني هذه الفترة بين العديد من الكتب باحثا عن ما يمد عقله بمعلومات في مجال الشبكات بعد أن أكمل دراسة الماجسير بعنوان تصميم لغرتمية لمحرك البحث لتسهيل عملية البحث وتقديم تفضيلات واقتراحات للمستخدم بالإصرار والتفاني في العمل يستمر الروحاني في شق طريقه للإلمان باحثا عن معرفة أوسع بكل ما هو مرتبط في مجال تخصصه أصلت على منحة دراسية إلى ماليزيا لمواصل دراسة الجامعية هناك عدة أسباب باختيار ماليزيا أولا ماليزيا أصبحت أحد الطولة متقدمة في مجال صناعة التعليم وكذلك نظام الدراسة في المعاهد والجامعات الماليزية طبقا لنظام العالمي وبكفاءة عالية حتى يكون خاضعا لرقابة وزارة التعليم العالية الماليزية فبعد حصوله على درجة الماجستير في مجال الشبكات قرر توسيع معرفته بإدارة المشاريع بحصوله على درجة ماجستير أخرى في إدارة الأعمال وخلال فترة دراسة الماجستير قدم الروحاني العديد من المشاريع أبرزها تطوير الشبكة الداخلية لجامعة ماليزيا التقنية والتي تتلخص في ربط كليات الجامعة مع بعضها وربطها بالشبكة العنكبوتية وحمايتها من الاختراق عن طريق الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء شبكة إلكترونية بالإضافة إلى إنشاء شبكة إلكترونية لأهم المستشفيات الخاصة بولاية مالاكا في ماليزيا كخبرة عملية ليفتح المجال لتحضير الدكتوراه بعنوان حماية الشبكات خلال عملية إرسال البيانات إبراهيم الروحاني يأمل بالحصول على الدكتوراه من ذات البلد ولم يفكر في تغييرها وذلك لأسباب أيقن من خلالها أنها المكان المناسب للدراسة وأخذ الخبرة الكافية التي تعينه على حياته العملية والعلمية من تخصص علم حاسوب أنتسة شبكات أكمل دراسة الماجستير بدرجة امتياز من جامعة ماليزيا التقنية بولاية ملاكا بعدها أرد توصيع مجال معرفة إدارة الأعمال حصلت على قبول ماجستير دارة أعمال إدارة مشاريع حاليا أدرس وإن شاء الله سأني إدراستي خلال الشهر القادمة قدمت مقترحة دكتوراه لجامعة ماليزيا التقنية لمواصلات إرسالة الدكتوراه موضوع حماية الشبكات خلال عمل إرسال البيانات وإن شاء الله سأبدأ إدراسة الدكتوراه من شهر يونيو 2015 في التوفيق لكل الدارسين اليمنيين في الخارج والذين ينقلون صورة جيدة عن اليمن هناك وبالحديث عن صورة اليمن في الخارج نتسأل كيف يرى العالم هذا البلد من خلال الإعلام الخارجي؟ أو ربما ما الذي يعرف العالم عن اليمن؟ مباشرة سيقولون نعلم ذلك البلد الذي يتواجد فيه القاعدة والإرهاب والجماعة المسلحة لكن كيف وصلتهم هذه الصورة؟ وصلتهم من خلال الإعلام الذي يركز دائما على الصورة السوداوية وينسى التفاصيل الجميلة في تلك البلدان والتي من ضمنها اليمن لكن مشاهدين ما هي الصورة التي نعرفها عن اليمن غير الأحداث السيئة؟ هناك بالتأكيد الجانب الآخر كجمال الطبيعة والتاريخ وثقافة هذا الشعب العظيم فيلم عيون الفراشة الذي ناقش هذا الموضوع وفكرته في تعزيز ثقافة البناء والإخاء بين أبنائي هذا الوطن الواحد مشاهد بعض اللقطات من هذا الفيلم أنا صخ وأحب حاجة كثير رسم تصوير وأنا أحب الموسيقى وأحب كتابة الرعب إصلاح أحب الموسيقى موسيقى 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 عشان اصوروا الفيديو كلين اوكي والشيكم تكونوا معايا عشان كذا انا جالسة واثق هذه الرحلة من اولها لاخرها وبدايتها بتكون من هنا هاذا المتيجة وهاذا الاداة وهاذا عمر طبعا ما تعرفوش انتو كلكم هاذا عمر مشاكس واخي الصغير يحب البيانا ويحب كرة القدم ودائما دائما معي مشاكلنا لا تنسى اني محترف بالاستيشن 2 اشكسات يا عم الله يجبك بس يلا يلا جانسين وهذه امي مخرجة وكاتبة سيناريو وبستفيد منهاك في حق الفيديو كلير باللي كلمتكم عنه اول انت احلى معنا يا سلام راشة بابا كمالة بنا بابا تجاهد؟ اكيد جاهز انت متبطش هذا الحركات لما تتعملوا فيها وتعطوها جزء من وقتكم واهتمامكم انتو بتعبروا عن سويتكم كمتعلمين مواطنين صالحين بيحبوا بلدهم تعلموا واستفيدوا من الاخرين اللي بيجوا من خارج البلد وشوفوا كيف يهتموا بهذه التفاصيل ويتوقفوا امامها ويستمتعوا بها انتم لاحظين ان احنا مشينا كل هذه المسافة ولا القينا ولا السائح اجنبي ايوه صحيح فاكرين قبل سنوات كيف كنا نتزاحم احنا والسياح مزاحمة اللي يشتري واللي يتصور واللي يصور هارفين ليش اختفوا هذا عمل القح والبوم البلد مهيش كلها قح بوم ولا صورة سوداء انسوا عيون الذبابة خلوا عيونكم عيون فراشة تقودكم الى مواقع الجمال تتذكر يا صخر ان احنا قرأنا مرة ملف عن الصور والمصورين اللي اخذوا جوائز عالمية في التصوير وكانت معظمها صور مآسي وكوارئ واذكر انك بعدها مباشرة عملت انت امام الفيلم الوثائقي حد المصور عبد الرحمن الغابر ايوه بالضبط هذا هو المصور فعلا الذي يمتلك عيون فراشة وما دامك اليوم بتوثق رحلة وبدأت تهتم بالتصوير اشترك تنتبه لحقيقة مهمة جدا الكاميرا آلة ولها عدسة وانت انسان لك عين ولك حواس ومشاعر وعقل الكاميرا تلتق الصور الاشياء والاحداث مجردة اذا تركت عدستها هي اللي تختار وتصور لكن اذا انت اخترت الصورة بعينك واخترت تفاصيل وابعاد وسوايا والوقت بعقلك وشغلت حواسك حواس الانسان السوي الواعي فانت بتقود عملية التصوير وتقود عدستة الكاميرا هنا بس تقدر تلتقط الصورة بما فيها وما وراءها وتستنطق كل ما يحيط بها وما خلفها انا عمرو بن معدي كرب وانا سيف بن ذي يزم سوف اقتلك لن تستطيع عمرو بن معدي كرب وسيف بن ذي يزم مكانو شقاتلو بعو الملكة بالقيس بنت الهدهاد بل اروا بنت احمد ليش ما تذكروش اسعد اسعد الكامل كان عنده نقش فين الناقش عندي نقشين عمر وصاخر هيا فاكرين المرة الاولى لما سافرنا الحديدة عمرو ايش قال ايش علمهم زي علمنا ها ايوه 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 ذكرتني قبل ما انسى مش ما من الحديدة وبابا من ذمعر وانا من فين بعد هذا كله عدم تسأل ياماني والله اخي من اي ياماني وافتخر من ان انت يا بطل ياماني وافتخر مايش نفتخر بالقوارق ولا بالمليشياء خلي عيونك عيون فراشة تشوف كل حاجة حالي وان عمبك أجب نحن على القطار ياماني يامان هذا اغنيان شخص يومّكم يامان ي самом التقينا مع مخرجات الفيلم التي تحدثت لنا عن فكرة فيلمها وما هي أسباب اختيارها لهذا الموضوع أما من الناحية الفنية تحدثت لنا عن مراحل إنتاجه مشاهد هذا اللقاء فيلم عيون الفراجة جاءت فكرته ودور أحداثه على ثلاث محاورة المحور الأول ركزنا فيه على نبذة المناطقية وكان السؤال هو أنت من فين؟ هذا السؤال بيضايقنا كلنا وجاءت الفكرة من أساسا أنه أنا مولودة خارج اليمن وأساس الأهل من الحديدة وزوجي من منطقة وتربيت في مكان وعيالي تولدوا في صنعة فكان السؤال هذا دائما بيثير الحساسية عندي ابني صغير فما بيعلمش يجاوب فكان هذا المحور الأول ركزنا فيه وحاولنا أنه نحن نجد الإجابة من خلال أحداث الفيلم كلها أنه يوصل في النهاية أنه يقول أنه أنا يامني وهذا الفخر يعني يكفيني أنه أعتزو به المحور الثاني ركزنا فيه على كانت الرسالة الأهم وهي الإعلام بحكم أنه إحنا إعلاميين أنا وزوجي واشتغلنا فترة طويلة في هذا المجال فكان تركيزنا أنه ابني الكبير حابب يدخل مجال الإعلام فكنا بنأكد داخل الفيلم على فكرة أنه اشتغل إعلام بس ركز على الأشياء الجميلة في البلد خلي عيونك عيون فراشة شوف الأشياء الجميلة وإنسى عيون الذبابة اللي بتركز على الأشياء السلبية هذا اللي ضر بلدنا في الفترة الأخيرة المحور الثالث كنا حابين أنه نقدم نموذج للأسرة اليمينية أنه كيف بتربي أبناءك على حب الوطن حب الوطن مش بس حفظ نشيد أو أنه اهتم بالعالم أو كيف إحنا بنربي أبناءنا أنه بيحبوا بلدهم وكيف وصلنا الفكرة بطريقة مباشرة وكان قصة واقعية يعني حياتنا الطبيعية ما كانش فيها أي حب كدرامية أو ركزنا فيها على وجود مواما ثرين ركزنا وإحنا كيف ننقل البيئة اليمنية العصرية وكيف التربية الحديثة للأبناء في الواحد والعشرين من عمره يتوقع الأطباء وفاته بعد سنتين لكن بعدها تخيب توقعاتهم بسبب رغبته في مقاومة المرض ليمتد عمره إلى 72 سنة وما زال على قيد الحياة حتى الآن هذا المرض مشاهدين مميت ولا شفاء منه ويشل جميع الجسد حتى أن المريض لا يستطيع تحريك أي جزء منها أو ربما حتى الحديد هذه قصة حقيقية لأحد أعظم الفيزيائيين في التاريخ العالم سيفن هوكينغ أعتقدنا الكثير ربما قد سمع عنه خاصة وهو الآن أعظم العلماء في جامعة كامبرج البريطانية استطاع سيد سيفن أن يجاري بل وأن يتفوق على أقرانه من علماء الفيزياء رغم أن أستاذهم كانت سليمة ويستطيعون كتابة المعادلات المعقدة ويجرون حساباته مطويلة على الورق بينما كان هوكينغ وبطريقة لا تصدق يجري كافة هذه الحسابات في ذهنه ويفخر بأنه حظي بذات اللقب وكروسي الأستاذية الذي حظي به من قبل سير إسحاق نيوتن وبذلك فهو يعتبر رمزا يحتذى به في الإرادة وتحدي الإعاقة فيلم نظرية كل شيء المسوحة من فكرة الانفجار العظيم أحد هذه الأفلام الخالدة التي تناولت قصة هذا الرجل من خلال كتابات زوجته والتي حققت متابعة كبيرة ما رأيكم مشاهدين أن نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن قصة ستيفن هوكينغ في هذا الفيلم تعود تسمية الفيلم إلى الأبحاث العلمية التي تحدث عنها العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ عن تاريخ الكون أما قصة الفيلم هي قصة واقعية كما ترويها زوجته في مذكراتها عن حياة زوجها أصيب صاحب كرسي الإستاذية في جامعة كامبرج البريطانية بمرض مميت بداية العشرين من عمره لكنه مع تدهور صحته واصل مشواره العلمية الفيزيائي ليبتكر نظريات فيزيائية ويغضو من أبرز العلماء في التاريخ وفي عمر الستينيات يفد هوكينغ القدرة على الحديث هذا عاد عن عدم مقدرته تحيك أي جزء من جسمه لكنه بفضل تكنولوجيا يتم ابتكار جهاز يقرأ أفكاره ويحولها إلى صوت مسمي تتناول قصة الفيلم كيف تدفع الإرادة بالإنسان إلى بلوغ ما يريد وأن يحقق أهدافه حتى وإن واجهته صعوبات مختلفة كما حدث مع سيفين هوكينغ وزوجته التي وقفت معه في كل مراحل حياته قصة هذا الفيلم مشاهدينا تدفعنا إلى أن لا نستسلم عند وجود أي عائق بل أن نصنع من هذا العائق سلما نصل به إلى أهدافنا إذن متابعنا نتوجه مباشرة في جولة إلى إحدى أجمال الجزر في أمريكا الوسطى وهي جزر البهامة هذه الجزر لها تاريخها من حيث نشأتها ومن هم السكان الذين سكنوها إضافة إلى ثقافة شعبها الطيب وجمال طبيعتها رحلة موفقة تسمى جزر البهامة وهو بلد ناطق باللغة الإنجليزية يقع في المحيط الأطلسي شمال كوبا وجزر تركس وكايكوس وإلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية في مساحة تبلغ 13900 كم مربع وتتألف من 29 جزيرة و661 من الجزر الصغيرة المنخفضة يسكن فيها ما يقارب 330 ألف نسمة وتعود أصولهم إلى التينو الأرواكيون ويتسمون بالطيبة ونشر السعادة عن طريق إقامة مهرجانات متعددة منها ما هي مرتبطة بالمحاصيل الغذائية التقليدية كمهرجان الأناناس في ألوثيرا أو مهرجان السلطعون في نادروس علاوة على أنه شعب يحب رواية القصص ويعتبرها من التقاليد الهمة وتتميز جزر البهامة بشواطئ مترامية الأطراف لها جمال طبيعي وتحتوي على العديد من الشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة كما أن رمال هذه الشواطئ ناعمة جدا يمتد فيها مياه صافية كأنها أرض منبسطة من الزجاج وتساعد هذه الشواطئ على ممارسة العديد من الأنشطة البحرية كالاستمتاع بالغوص في أعماق البحر وأيضا الاستمتاع بالسباحة علاوة على رحلات اليخوت التي تشعر الزائر بالراحة والاسترخاء واستنشاق هواء منعش ونقي ويمكن للزائر أيضا ركوب البراشوت وتزلج على الماء والعديد من أنواع الرياضة البحرية التي تضفي على من يمارسها السعادة والبهجة فجزيرة الفردوس ناساو فيروبورت التي تتمتع بفن معماري قديم جدا ومباني وردية اللون كبرج المكتبة المجاورة للسجن القديم وأيضا صاحة بريلمينت سكوير ويقام فيها كرنافال يدعى جان كانو وهو احتفال موسيقي راقص يحضره العديد من الزوار من كافة أنحاء العالم دائما ما نحب إشارة شرطي المرور تلك التي تسمح لنا بالمرور ودائما ما نخاف من ردة فعل هذا الشرطي إن نحن أسأنا التصرف في الشوارع بالتأكيد أتحدث الآن لمن معهم السيارات لكن ماذا لو تحول شرطي المرور إلى شخص ضريف يعمل على تنظيم السيري بحركات مضحكة نذهب إلى جنوب أفريقيا لنشاهد هذا الشرطي وفي مكان آخر استطاع باحثون في أكاديمية العلوم في شنغهاي إجراء تجارب على القروض تجعلها تتعرف على نفسها هذه التجارب تساعد المصابين بمرض التوحد على التعرف على محيطهم الاجتماعي في هذا التقرير مشاهد العديد من الأحداث التي حدثت في العالم مؤخرا أحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب مبدأ يفقده الكثير في ممارسة أعمالهم خاصة في الأعمال المرهقة التي يتطلب فيها لقوف لأوقات طويلة مهما كانت الأحوال الجوية إلا أن هذا الشرطي في مدينة بورت إليزابيث جنوب أفريقيا يطبق هذا المبدأ بحذافيره بل ويسعى إلى إمتاع الناس أثناء القيام بمهمة تنظيم سير المركبات على الطريق فتغلب على هذا الشرطي روح الطرافة التي لفتت أنظار الكثيرين من خلال القيام بحركات مضحكة دفعت جميع السيقين إلى تنفيذ أوامره والسير على الطريق بانتظام وننتقل إلى البندقية الإيطالية في كرنفالها السنوية الذي يعتبر من أشهر الكرنفالات في العالم كما أنه يحظى بالتقدير والمتابعة من محبي الفنون والسياحة والتراث ويلبس المشاركون أقنيعة مختلفة كاسمة أساسية في الكرنفال بغرض إخفاء الفروقات الطبقية والاجتماعية فيما بينهم ويقدر عدد زائرين للكرنفال إلى أكثر من 100 ألف زائر يومياً من كافة أنحاء العالم خاصة من أوروبا والمدن الإيطالية ويعتبر هذا الكرنفال من أهم الفعاليات الكبرى في أوروبا بما يشمله من استعراضات فنية على مدار الأسبوعين وبمشاركة أعداد كبيرة من الفرق الفنية والسكان الأصليين ويقدم المشاركون في مسابقة أفضل قناع الأقنيعة التي قاموا بتصميمها على المسرح لينافسوا بعضهم البعض في عرض الأزياء والأقنيعة والباروكات بالتبادل مع عروض الموسيقيين المتجولين والجماعة التي ترتدي الأقنيعة وفرق الرقص الشعبية ويستمر الكرنفال إلى 17 فبراير في مدينة البندقية التي تعتبر أشهر المدن السياحية الإيطالية الآن ننتقل إلى الابتكارات الألمية لنعرف هل بإمكان السفن والبواخر الكبيرة الإقناع عن التدخين واعتماد وقود نظيف بيئين هل الغاز الطبيعي سيكون قادرا في المستقبل القريب على تغذية المحركات الضخمة لسفن الرحلات البحرية الكبيرة وسفن البضائع وأيضا ما هي المزايا والعيو في هذا التقرير نعرف عن الغاز الطبيعي وأحدث الابتكارات العلمية مشاهد تحتضن هذه الموانئة العديدة من السفن العملاقة التي تجوب البحار والمحيطات محملة بحاوية مملوئة بالبضايع استخدمة محروقات نفطية ينتج عنها الكثير من العادم التي تلوث الميهة البيئية بشكل عام وتسبب أضرار وخيمة للكائنات الحية فعملت المراكز البحثية في كوبان هانغ على تطوير محرك سفنة مصمم للعمل بمادة الديزل والغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى والذي يساهم في الحد من بعثات الغازات كثاني أكسيد الكربون وأكاسيد نيتروجين وقد زودت غرفة المراقبة بشاشات نظافية لمراقبة ضغط الغاز وتدفوقه ومعرفة إذا كان هناك تسرب غازي في النظام وهما يساعد على زيادة نسبة السلامة وتم بيع أكثر من مئة محرك من هذا النظام المطور لأصحاب سفن لتجهيز أساطيلهم في الوقت الذي أبدى المشترون ثقتهم في الاستثمار في القطاع البحري الخاضع إلى لوائح بيئية أكثر صرامة من أي وقت مضى وفي جانب آخر يطور باحثون أمريكيون نظاما للرؤية الظواهر غير المرئية بالعين المجردة والتقاط تسجيل الفيديو لها فقد صمم طالب في الرياضيات التطبيقية وعلوم الكوبيوتر بمعهد ماسا 2-6 للتكنولوجيا ويدعاني الوادوى مع فريقه مجهرا مضخما للحركة وتم تجربته على كوب يتعرض لاهتزازات من خلال نظام خاص فتمكن من رؤية التغيرات التي يتعرض إليها زجاج الكوب ويقول لي الوادوى أن المجهر المضخم يطيح عرض الحركات الصغيرة التي لا تراها العين مجرد عبر الفيديو الذي يتم تحليله عن طريق برنامج خاص في الحاسوب وهو بدوره يكشف عن التغيرات الدقيقة جدا ويتم تضخيمها لرؤيتها بوضوح تام ويساعد هذا الابتكار على كشف الأضرار الهيكلية للجسور والأنفاق التي تخضع للكثير من الاهتزازات التي يصعب الكشف عنها وأن هذه التقنية ستفيد العديد من المجالات البحثية هذه قد ربما بادرت خير في معالجة ظاهرة الاحترار العالمي التي تتسبب بارتفاع درجة حرارة العرض في التأكيد فإن تأخفيف من استخدام الوقود ربما من خلال ابتكارات علمية أخرى قد يفيد هذا الكوكب إذن عزيزي المشاهد إن كنت تعاني من تساقط للشعر أو بدأ شعرك بالتساقط فمن المعروف أن أكل حفنة صغيرة من الجرجير كل يوم سيكون له تأثير فعال في تحفيز بصيلات الشعر على النمو وعدم تكسرها مع الوقت كما يمكنك أن تأخذ وصفة من بعض الأطباء وهي أن تقوم بأصل الجرجير ما يعادل حزمة واحدة وتخزنها في فلاجتك وتقوم يوميا بفرق فروة الرأس ببعض من سائل عصير الجرجير وستلاحظ مع الوقت أن كثافة شعرك تحسنت بشكل إيجابي جدا هذه فقط فائدة واحدة من الجرجير التي تزين موادنا دعونا نشاهد هذا التقرير الذي يحتوي كما من الفائدة والمعلومة يغطي هذه المساحة الخضراء نبات له العديد من الفوائد الصحية الهامة نظرا لما تحوي جزيئاته من فيتامينات وعناصر غذائية تساهم في المحافظة على جسم الإنسان فالجرجير نبات من الخضروات الورقية والتي من الممكن أكلها نية في أطباق السلطة ولا تطبخ عادة فهي قادرة على تطغير المعدة من الطفليات الضرة كالبكتيريا وتعمل كمضاد للفيروسات وللالتهابات بالإضافة إلى كونها ملينا في حالة الإمساك وينصح الخبراء أن يكون الجرجير عنصرا أساسيا في النظام الغذائي وخصوصا الصلاطات بشكل يومي لأنه يعتبر علاجا فعالا للأنيميا وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من عنصر الحديد ولا تقتصر فوائد هذا النبات عند ذلك فقد أثبتت الدراسات أنه يقوم بدور هام في الوقاية من مرض السرطان عن طريق المواد المضادة للأكسدة ومادة الكورولوفيل التي تعمل بالمهاجمة شقائق الحرة التي تتسبب في حدوث مرض السرطان وكذلك تمنع إصابة الحمض النووي بخلايا الدم البيضاء ويتمتع الجرجير بكميات كبيرة من الكاليسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم والتي بدورها تمنع هشاشة العظام وتساعد على نموها وتحافظ على صحة الإنسان علاوة على ذلك فإن مادة جولوكوسيدات الكبريت في الجرجير تعمل على تغيير إفرازات الشعب الهوائية وتقوم بطرد البلغم وتفيد في علاج أشكال مختلفة من التهاب الشعب الهوائية طويلة الأمد وتساعد هذه المادة مع الزنك على حماية فروة الرأس من العدوى البكتيرية التي تسبب التساقط ليأتي دور فيتامين ألف بتغذية بصيلات الشعر ونموها بشكل طبيعي الجرجير كنز من الحديد والعديد من الفيتامينات والمعادن التي لها فائدة عظيمة في تقوية النظر وحماية العين من مرض عثامة عدسة العين وغيره من أمراض الرؤية الأخرى إذن كانت الفقرات السابقة كلها معلومات وفوائد تساعدكم على الاستفادة منها في حياتكم اليومية بقي لنا أن نسريح قليلا ونستمتع بمشاهدة بعض المقاطع المضحكة التي اخترناها لكم من موقع اليوتيوب لمشاهد هذه المقاطع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة